ميناء المخى وميناءها الاستراتيجي أصبح تحت سيطرة قوات الشرعية اليمنية بدعم من قوات التحالف العربي تأتي تلك الانتصارات التي حققها الجيش الوطني نتاج حملة عسكرية أطلقها الجيش والتي سميت بالرمح الذهبي وبإذن الله تعالى وهو ما طلبنا وهدفنا الوحيد بأن نعتقل رؤوس وزعماء الميليشيات المتمردة وعلى رأسهم عبد الملك الحوثي وعلي عفاش وبإذن الله قادمون لهم قادمون قادمون والله أكبر عاد الأهالي إلى بيوتهم بعد أن طرد الانقلابيون من المدينة أكانت الميليشيا تستخدم أسطح المنازل لقنص المواطنين وقتلهم تقارير حقوقية مختلفة أكدت استخدام الميليشيا والمخلوع صالح الأهل دروعا بشرية الأمم المتحدة بدورها رصدت استخدام الميليشيا الأهل دروعا بشرية في مدينة المخى أهذا يتنافى مع القوانين الدولية على أعراف الإنسانية فرق الرصد لانتهاك حقوق الإنسان أكدت في تقاريرها استخدام الميليشيا للمعتقلين تعسفيا دروعا بشرية ويتم وضعهم في مخازن الأسلحة تحرير المخى من قبضة الميليشيا سيعيد الحياة للأهالي الذين نزحوا هربا من القصف العشوائي وسيمكن قوات الشرعية من قطع شرايين إمدادات الحوثيين أتهريبهم للأسلحة عبر المناطق الساحلية الغربية الآن نعيد الحياة الطبيعية لمدينة المخى والهنا أخوانا المواطنون متواجدون معنا ويشاركون على هذا النصر ونقول نحمد الله تعالى ونشكره على هذا النصر ومن هنا نقول أن نحن منتصرون بإذن الله تعالى وسوف نستمر في هذا النصر وسوف نتواصل إلى آخر نقطة حتى دحر هذه الميليشيات الحوثية والعفاشية لتكون بدينة الحديدة هدفا قادما لقوات الشرعية والسيطرة عليها ودحر ميليشيا الإنقلاب من بقية المناطق اليمنية عبدالتغلاب لبرنامج المشهد اليمني ترجمة نانسي قنقر